قيس الأطوال المتر هو الوحدة الرئيسية لقيس الأطوال طول الباب، الطاولة، الخزانة، طول القماش، الحديقة، الجدار ونكتب الوحدة اختصاراً ميم أجزاء المتر تستعمل لقيس الأطوال الأقل من 1 متر طول كتاب، كرسي، قلم مضاعفات المتر تستعمل لقيس المسافات الطويلة الأكثر طولاً من 1 متر مثل الساحة، الحقل، المسافات بين المدن أجزاء المتر ملي متر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر مضاعفات المتر، ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر كيف أستعمل جدول الوحدات؟ لكتابة العدد في جدول القيس، أنظر دائماً لرقم الأحاد الذي أكتبه في الوحدة المذكورة أمام العدد مثلاً، 450 سنتيمتر الصفر هو رقم الأحاد، إذن أكتب صفر في وادي السنتيمتر ملي متر، سنتيمتر، سفر، ديسيمتر، خمسة، متر، أربعة، ديكامتر، ثمانية، هكتومتر، إثنان، كيلومتر، تسعة في العدد الثاني، 928، ألاحظ، إذا رقم الأحاد ثمانية في وحدة الديكامتر، إذن أقرأ العدد 928 ديكامتر موسيقى